سائق التاكسي الذي أقل انتحارية شويفات يروي وخط سير الانتحاري ما بين سيار الدرك وشركة الغاز خط المشاورات الحكومية يصل إلى بكركي وحزب الله يقول كلمته أي تشاطر من شأنه أن يوفر مادة طعم في الخاص التفاهم على كرسي الاعتراف أننا إذا كنا نذهب إلى التفاهم مع الشريك الآخر في الوطن فالأولى أن نحافظ على تفاهمنا نحن كفريق معارك ضارية حول سجن حلب ومقتل أبو سيف الشيشاني وفي النشرة انتبه انفجارات القدر لما بد يوقع لا أنت ولا أنا ولا أي إنسان بد يغير فيه موسيقى 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 صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد بعد يومين من مقتلها على يد زوجها تمكنت القوى الأمنية من القبض على زوج منال عاصي الهارب المدعو محمد نحيلي وهو خبر قد لا يبرد النار في قلب عائلتها لكنه يضع الجاني على درب الحساب لا سيما أن جريمة قتل الزوجة لن تحتاج هذه المرة إلى طب شرعي وشهادات من الخارج لكون أهلها كانوا شهودة على القتل حتى الموت في الحكومة لا موت ولا حياة وبعدما وصلت المراسيم إلى الأدراج تراجعت درجة إلى الوراء غاب نهار آخر ولم تعلن النهايات من بعبدة وذلك على أثر مهلة استحصل فيها وليد جملاط على علامة استلحاق يحاول فيها تغيير فريق الدفاع بما يطمئن حزب الله وعلى الموجة صعد اسم أشرف ريفي مرشحا لوزارة الداخلية في مقابل استمرار جبران باسيل في وزارة الطاقة لكن لا طاقة لأحد على إمرار أي من هذه الطروح وباتت الحكومة على مرمى زيارة من تونس يقوم بها الرئيس اليوم ويعود مساء وبعدها يبدأ العد التنازلي ويصبح إعلان التشكيل واردا في أي لحظة وكل الأسئلة اليوم تقوم على مرحلة ما بعد صدور المرأسين فماذا ستكون عليه مواقف الأقطاب؟ حزب الله الذي يحتفل بذكرى التفاهم مع التيار الوطني الحر أكد أنه قوم لا يترك عوناه معا في شباط كنيسة مارمخايل عام 2006 ومعا في شباط الحكومة اللباط بعد ثماني سنوات وقد أكدت كتلة حزب الله أنها كتلة الوفاء لعون أيضا في بيان تلاه النائب حسن فضل الله وأكد فيه أن الفرصة الراهنة لا تسمح بأي تشاطر من شأنه أن ينتقص من الشراكة الحقيقة ويوفر مادة للطعن في ميثقية الحكومة وعزز النائب نواف الموسوي في حديث إلى الجديد هذا التفاهم بطمأنة عون من خلال عبارة أنصر أخاك ظالما كان أم مظلوما وعلى ضفاف أمل فإن الميثقية هي شرط دخول الحكومة لكن المكون المسيحية بالنسبة إلى الحركة قد يتمثل في وجود سليمان فرنجي والتشناك والمسيحيين المستقلين عدى مسيحيين 14 من آذار فإذا حضرت هذه الشريحة يحضر بره ولا يقف عند خاطر أحد وإذا انسحب وسقطت الشرعة الميثاقية فإنه خارج التركيبة وهو الذي سبق أن اختبر أثر غياب المكونات السياسية في مجلس النواب ورفض عقد جلسات منقوصة التمثيل فرنجي بدوره قد يلتزم جانب عون ويقرر بعد صدور المراسيم مدورة في اتخاذ القرار وكل طرف ينتظر الآخر ليبني على الانسحاب أو البقاء مقتضاه لكن هل من اتفاقيات تحت الطاولة؟ إذن الحكومة مكانك ألف في انتظار عودة رئيس الجمهورية من زيارته تونس ومشاركة حركة أمل مرتبطة بمدى التمثيل المسيحي فيها التشكيلة الحكومية باتت أشبه بطبخة جحة بعد ارتفاع معدل إمكان إعلانها من بعبد اليوم جاءت تطورات تمثلت في رفض رئيس الجمهورية بعض الأسماء التي جاءت ضمن التشكيلة التي عرضها الرئيس المكلف تمام اسلام خلال اللقاء المطول الذي جمعهما مساء الأربعاء في بعبد وطلب تحسين الحكومة بالحد الأدنى مع إصرار النائب عون على موقفه وتضامن حلفائه معه وبحسب معلومات الجديد فإن سليمان طلب روتشة الصيغ خصوصا ما يتعلق منها بالحقائب الأمنية وتحديدا الداخلية وكان قد طرح اللواء الشرفيف لتولي هذا المنصب بترشيح من الرئيس سعد الحريري في مقابل بقاء الوزير جبران بسيل في الطاقة فما كان من سليمان إلا أن أكد رفضه وضع أسماء تشكل استفزازا للطرف الآخر وقد أشارت أوساط مسيحية في قوى الثامن من أذار أنها تنتظر التشكيل الحكومية ومن ثم يصار إلى مشاورة الحلفاء لاتخاذ القرار السياسي المناسب مؤكدة أنها لن تغرد خارج السرب وفي آخر المعطيات فقد أشارت أوساط في الثامن من أذار أن حركة أمل لا تتدخل في الاستشارات الجارية حاليا وأن الأساس عندها مسألة الميثقية وكما رفض الرئيس نبيه بري عقد جلسات برلمانية بغياب تيار المستقبل فإنه لن يقبل بحكومة مع غياب مكون رئيس من المسيحيين إلا أن اللافت في تطورات الساعات الأخيرة بحسب الأوساط عينها أنه في حال بقي النائب سليمان فرنجي وحزب التشناق داخل الحكومة فإن حركة أمل ستبقى متمثلة في الحكومة مدام هناك أربعة أقطاب مسيحية رئيسة وعندها لن تقف على خاطر أحد وتقول مصادر الجديد إن محاولة النائب ولي جملات الأخيرة لناحية طمأنة حزب الله من الحقائب الأمنية لن تغير شيئا سوى أنها تمنع ردود فعل سلبية أو تصعيدية وهو حاول طرح صيغة تتمثل في وضع حقيبة الدفاع في عهدة رئيس الجمهورية على أن يتولها الوزير خليل لهراوي بعدما كانت في عهدة النائب بطرس حرب بحسب تشكيلة إسلام الأخيرة أما المؤكد عند النائب جملات فإنه لن يسير بحكومة حيادية وفي حال فقدت توازنها فإنه سيخرج منها وفي هذا الإطار ذار دينماو الاتصالات والمشاورات الوزير وائل أبو فعور الصرحة البترياركي وقد أشارت المعلومات إلى أن هذا اللقاء كان محددا في وقت سابق وأنه لم يحرز أي تقدم لسيما على الخط المسيحي كتلة الوفاء للمقاومة شددت إزاءة ماد الإرهاب التكفري في ارتكاب الجرائم والتفجيرات المتنقلة على أهمية تنفيذ خطة وطنية شاملة وردعية تتولى مسؤوليتها السلطة الرسمية وأجهزتها بمشاركة ودعم من كل المكونات اللبنانية لضبط الأمن وتوفير الاستقرار تشكيل الحكومة السياسية الجامعة يقتضي من كل المعنيين حرصا زائدا وديناميكية أفعل لتذليل العقبات والموانع التي تحول دون مشاركة المكونات السياسية كافة بأحجامها وأوزانها الفعلية وإن الفرصة الراهنة لا تسمح لأي تشاطر من شأنه أن يوفر مادة طعن في ميثاقية الحكومة أو دستوريتها أو ينتقص من الشراكة الوطنية الحقيقية في تركيبتها وترى الكتلة أن الجهود والمساعي الجارية يجب أن تنصب في الاتجاه الذي يفتح آفاق التعاون المطلوب بين جميع المكونات السياسية ويوفر على البلاد مزيدا من التعقيدات على أعتاب استحقاق رئاسي وشيك تحرس الكتلة على إنجازه في موعده المحدد ماذا جرى بين سائق التاكسي وانتحاري شويفات في تقرير للزميل رمز القاضي كثيرة هي التكهنات والتسريبات التي رافقت توقيف سائق التاكسي الشيخ عمر غصن وعلاقته بانتحار شويفات منذ اللحظات الأولى للتفجير القضاء قال كلمته الرجل بريء وليس له علاقة وبعد اطلاع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر على إفادات الموقفين الأربعة إلى جانب غصن أخلي سبيلهم بعد ثبوت أن ملفاتهم فارغة أما ماذا يقول غصن عن لحظات لقائه الانتحاري قبل تفجير نفسه وإلى إن طلب منه أن يوصله فقصد نظارة عرب خلدي لأخذ الرواية من مصدرها أنا بصراحة طالع من بيتها قبل صارات المغرب تقريبا مشي ربع ساعة وصلت على باب النفق اللي بخلدي اللي حد القلف مرت شفت شاب وايف على جنب الطريق يعني طول وشي مترون وصيك أبيضاني بيلبس جاكات بنية بانطالون جينز أشار لي أنا معي سيارة تاكسي سيارتي يعني قال لي تاكسي تطلو لوين قال لي على سيارة درك عرامون تطلو أي ما مشكلة قدي بدك تطلو عشرين ألف قال لي طيب أنا ما معي خبر أنه معه كيس أنا شفت وايف عزفت شوية فجأة جاب كيس وحطوا وين على الفرش بالسيارة ورا أنا هون يعني كتير نزعجت طولي شوش باكي هو عم تحط كيس يعني على السيارة وسيارة حقها مبلغ ومنزلت لشيل الكيس حطوا وين بالسندوق اكتشفت أنا عم حط الكيس بالسندوق في قطعة السلاح بقلب السندوق بقلب الكيس نزل هو قلت له أنت قام بتهرب السلاح معي بالسيارة شو بدك تبليني ضربته بالكف بدي أقرب بعد أضربه ما تخبع لك لأنه كتير عصبني أنه عم تهرب السلاح بسيارتي يعني وطالع على سيارة درك أنا شي مخيف بديك مشو من صدره من هون حسيت في شي تحت مربع هيك شي مخيف وهو نقز طلو هيك أنا يعني من باب مثلا بقوله هيك قلت له شو شو حاطم معك حزام ناسف ولا أنا قلت له هالكلمة راح يركض بقاء الكالشنيكوب في صندوق سيارته عدا إلى توقيف نجله وأبن عمه زاهر غصن لهجته شو لو بد يعرفش يعني لا لا لهجته سورية أنا يقينا وأنا هذا الشي يعني أماني وأسأل عليه أمام الله لهجته سورية لأنه لما أنا قلت له عشرين ألف قال لي مو مشكلة فبين بس لك لشن شقته حطيته بسندوق السيارة وطلعت سيارتي على المسجد أنا طلعنا فيها على المسجد عادي صليت المغرب وأنا يعني بهالوهلي هايدي حضور المخابرات حضور المعلومات وكلهم فأنا ارتبكت أخدوني ضلت البرودة وين بالسيارة ابني حطه عند واحد من قريبيني فهيدا كمان هو زيته لما أنا توقفته وتوقف ابني كمان راح حطه عند مين رجع له إياه لابني الصغير اللي هو محمود اللي توقف معي يعني صارت قصة التوقفات على قصة أنه والله البرودة ويناء والبرودة يجبوا بس أما قصة خلية ونحن عبنجهز انتحاريين يعني معلش هاي التهمات نحن بنرفضها جملة وتفصيلا ليش وقف شو سألو بالتحدي يعني طلع خبرية أنه أنت تاجر سلاح معروف وأنه تاجر وجبوني سيكسيات بس ما فيش يعني ما فيش يعني وقفوني شو سألو شو سألو سألوني أنت بايعوا ما بيعوا بتعفوا العثمان وعملوني أنه أنا أصولي أنا زلمي أنا صلي ما بصلي ما أصولي حق خبريات يعني بس أنا في هي هي مسيسة هني اللي أخذوني فرع المعلومات على هربان وما هربان أنا سلمت حال الأرض ربع ساعة وبيجي نوموني وصلي يعملوني قصة كبيرة وأنا مغسل وأنا بالموضوع ما كنت ولكن وكنت بالبيت عربو خلدي الذين اجتمعوا في دار الشيخ بمشهور أجمعوا على رفض زجهم في أي مشاريع فتنوية معاليين تمسكهم بالدولة والعيش المشترك نحنا لبنانية نحن هون جزء من الجبل جبل جبل لبنان نحن هون منطقة تعايش نحن هون كلنا تحت العلم اللبناني وتحت القانون اللبناني ونحن بنفتخر ونعتز بالشيخ عمر يلي هو أبلغ يلي هو كمش يلي بلغ عن المتفجر قبل ما تنفجر ونحن غطاءنا الدولة اللبنانية إذن وفي تقاطع المعلومات مع كلام غصن يؤكد ما سبق وعرضناه أن الفيديو هو للانتحاري الذي كان يهرب باتجاه الأوتوستراد حيث ركب الفان على ما يبدو في اتجاه غير وجهته رامز القاضي قناة الجديد تتابعون بعض الفاصل الكيبتاجون في كسارة أهلا بكم من جديد كيف غير انتحاري الشويفات مساره وإن كان الهدف وكلام لسائق سيارة الفان حسين مشايك في هذا التقرير ما الذي جعل الانتحاري يغير مساره من سيارة درك في عرامون إلى شركة الغاز في الأزاعي سؤال حتى هذه اللحظة لا يعرف الإجابة عنه سوى الانتحاري نفسه لأن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى معرفة هويته ولا الجهة التي تقف وراءه ولكن ما برزه هو معطن جديد من خلال كلام حسين مشايك لوالده بالضابط ما عرفش بالضابط قال له أخذني على شرك الغاز بس ما فهمت إذن قبل هذا المخرج المؤدي إلى الأزاعي بأمطار قليلة صعد الانتحاري سيارة فان له يونداي وطلب من مشايك أن يقله إلى شركة الغاز ولكن مشايك رفض ذلك بعدما تجاوز المخرج وقال له سأصلك إلى الشويفات ولما ارتاب في أمره بسبب انتفاخ بطنه كان ينوي تسليمه إلى الجيش عند محطة الرشاني هذه الرواية باتت معروفة ولكن ماذا لو وصل الانتحاري إلى شركة الغاز سلكنا طريق الأزاعي وصولا إلى شركة الغاز التي لا تبعد سوى عشر دقائق من تسرات خلدي وصلنا إلى المدخل لإجراءات أمنية احترازية وبالتالي كان من السهل جدا على الانتحاري دخول الشركة هذه المنطقة هي الخط الموازي لمبنى السفارة الإيرانية وهي تعج بالسفارات والأبنية السكنية ومنازل عدد كبير من سياسي الثامن من أذار وبعض مكاتب القنوات العالمية في بيروت فتخيلوا لو وصل الانتحاري إلى الهدف المفترض لذلك ربما بات التفكير يجب أن يكون جادا في مضاعفة الإجراءات الأمنية بجانب محطات الوقود وغيرها من الأماكن التي هي في بنك أهداف الانتحاريين رامز القاضي قناة الجديد كيف يتعايش اللبنانيون والتفجيرات المتكررة تحقيق رون حلبين بطلع بتنين باس يوميا يعني تنين بالروحة وتنين بالرجعة هلأ بوقتك كنت راجع على البيت بس أنه للصدف يعني أنه بتأخرت راجعتي يعني إذا بدك ما راجعت بنفس الوقت اللي صار فيه الانفجار بحكم أنه الانفجار دغري صار على مفرق بيتي فأول أول فكرة خاطرت ببالي أنه أنا ممكن كون هيدا الشخص اللي ناطر هيدا الفان وطالع فيه لحظت بالبساط هل خفت الحركة خفت استعمال الناس لك بأول يومين كان كتير خافف يعني لدرجة حتى أنه عدد من الفانات هي ما نزلت على أنه لا تشتغل وصل حسين إلى منزله سالما إلا أن الخوف المستجد من ركوب سيارات الفان ليس خوف اللبنانيين الوحيد على هذه الطريق مر حسين سليما معافا لكن آخرين سواه كانوا أقل حظا ومروا في اللحظة الخطأ فاليوم لم يعود الموت في لبنان مصادفة بل أصبح البقاء على قيد الحياة هو المصادفة تترافق والخوف من التفجيرات إجراءات يتخذها بعض المواطنين أو على الأقل يحاولون اتخاذها كما هي حال حسين لعلها تقيهم شر التفجيرات المتنقلة والمتنوعة ما بقى منظهر أبدا بارات البيت عشان الانفجارات يعني الوضع بالمرة ما بتعرفي وين بدو يطلع الانفجار دقينا نخفف المشوير المرنة ضرورية في محلات مش عم تروحوا عليا أو عم تتجنب وتروحوا عليا طبعا على الضاحية في ناس فلت من البنائي بعد التفجير وفي المقلب الآخر أشخاص لا يهابون التفجيرات أما على الشبكة العنكبوتية وبعد تطبيق على تويتر بعنوان ما زلت على قيد الحياة يستعمل لطمأنة الأقرباء في حال وقوع تفجير ثمت موقع إلكتروني www.infigarate.com يستبق التفجير ويمكن مستخدميه من توقع التفجيرات وإضافة توقعاتهم مع المكان والتوقيت فالتفجيرات لا شك باتت جزءا من حياة اللبنانيين اليومية هابوها أم لم يفعلوا رونا حلبي قناة الجديد ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر بعد ثمانية أعوام على توقيعها كلمة كلمة جاوب عنا وعنا جينا معنا وصف مثل مبادة لا معنا نعمل انتفاضة لا وده هاي بتشكل بداية انتفاضة إيجابية جئت اليوم ليخاطبكم بما تستحقون دائماً يا شعب لبنان العظيم بحركة تعودها رجال العسكري والمقاومة فك السيد والعماد عزلتهما بتفاهم بعد ثماني سنوات فلندخل كرسي اعتراف كنيسة مرم خايل ولنرى إن أخطأ الحلفاء بحق تفاهمهما الفقرة الأطول بالتفاهم بتحكي عن الشئ الداخلي الدولي الإصلاح القضاء الفساد لنحاول نقول أنه طيب بالآخر إذا حرارنا وإذا أمننا السيادة بمفهوم التام والناجز وطلعنا وراءنا لأينا ما في دولة ما في مؤسسات طب لامين من نكون عملنا كل هذا الجهد وراح كل هذا الضحايا أنا أتفهم أن هذه هي أولويتك في هذه المرحلة كما أنت تتفهم في المقابل أن هذه هي أولويتي يعني حتى لما كان في تفاوت بالأولويات كان يتم في إطار التفاهم والتفاهم من اختلاف الأولويات إلى ما تلى هذا الاختلاف من دخول لحزب الله في الرمال السورية في حين يشير البند العاشر من التفاهم إلى انحصار دور السلاح في مقاومة إسرائيل بالتأكيد قد لا يكون هناك إجماع بين اللبنانيين على كيفية مواجهة الخطر التكفيري القادم سوريا لكن نحن مقتنعون بصوابية هذا النهج ونحن على ثقة أنه سيأتي الزمان ولن يكون بعيدا الذي يشعر به اللبنانيون جميعا أننا حين كنا هناك في سوريا كنا ندافع عن لبنان بأسر لم يخفي التيار الوطني الحر امتعاضه مما وصفه بالتحالف الربعي الجديد في ملف الحكومة أتى ليفرض عليه فرضا فماذا يجيب الحزب؟ بدي أذكر أنه بكل مرحلة من مراحل المشاورات لتشكيل الحكومة كان التيار الوطني الحر يفاوض عن نفسه يعني باتفاق الدوحة عن التشكيل حكومة رئيس سعد الحرير وهذا يجب أن يكون فيما يتعلق بحزب الله علاقته والتيار العوني تنعكس على موقفه السياسي اللي هو الحلف الثابت على قاعدة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بين الغماس في الرمال السورية والملاف الحكومي ماذا عن فتاح التيار على المستقبل؟ نحن من أول نهار عم نقول هذا التفهم لبالحقيقة يقدل النتيجة المرجوة بده ينضم عليه باقي مكونات المجتمع اللبناني والأفريقاء السياسيين أسباب عديدة قدت خلال هذه الفترة لأنه هذا الشيء ما يصير لمست من بعض القراءات أن هناك ميل وهو ميل مفهوم ونشجع عليه لدى التيار لتوسيع تفاهماته باتجاه شريك آخر ونحن في هذه الوجهة أكيد أن ورقة التفاهم اليوم بحاجة لقراءة مختلفة بحاجة لتطوير بمعنى من بعد 8 سنين مجموعة عوامل ما كانت موجودة بال2006 صارت موجودة هلأ يعني دائما حين تضع ورقة للمبادئ هذه الورقة للمبادئ تشكل استراتيجي السنوات الثماني ترخي بثقلها على تفاهم يصر طرفيه على تأكيد تجذره وصلابته أما كرسي الاعتراف فيتوقف مفعولها على نوايا الطرفين والأهم أفعالهما جدغصن قناة الجديد أعلنت المدرية العامة لقوى الأمن الداخلية عن توقيف زوج منال عاصي المدعوم محمد حيلي الذي تعرض لها بالضرب ما أدى إلى وفاتها وصفحة أخبار متفرقة في هذه البانوراما المحلية شيعت بلدة الهرمل الشهيد محمد أحمد الجوهر الذي قضى متأثرا بجروحه إثر إصابته في تفجير الهرمل الأخير وقد شارك في موكب التشييع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي وفعليات البلدة وحجد كبير من المواطنين رأس النائب البترياركي المطران سامير مظلوم ممثلا البترياركي الماروني الكاردينال ماربشارة بوتوس الراعي الصلاة الجنائزية لراحة نفس رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق نصري الحود في كاتدرائية مارجرجس بوسط بيروت وشارك في الجنازة عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية وكان السفير السوري علي عبد الكريم علي قد قدم التعازي باسم الرئيس السوري بشار الأسد قبل التشييع وصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع عبر نظام المؤتمرات المتلفزة إلى الشهد السري حامل الرقم 566 وقد أكد الشهد أنه لم تكن في حوزة خبراء المتفاجرات سجلات للتدوين بل مجرد أوراق مشيرا إلى أن بعض القطع التي انتشلت من أرض موقع الاغتيال لم ترمز إلى عدم معرفتهم أنها تعود إلى سيارة الميتسوبيشي تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع من توقيف عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص سوريين بينهم تقنيون وصناعيون لتهريب حبوب الكابتاجون وضبط كسارة لطحن الحجارة لتهريب المخدرات والتي كانت تصنع في زحلة وقد ضبطت 5 ملايين حبة كابتاجون بقيمة 50 مليون دولار وخلال التحقيق مع أفراد الشبكة أشارت إلى أن كميات كبيرة من المخدرات تدخل لبنان من الحدود عن طرقات غير شرعية في عرسال وتوضب في لبنان لإعادة تصديرها إلى دول عربية بعد عمليات السرقة التي طالت عددا من المنازل في بلدات عكارية تمكنت عناصر مفرزة حلبة القضائية من معرفة هوية ومكان وجود الفاعلين وقد جرى توقيفهم بعد دهمهم ومن المسروقات التي عثر عليها بندقية حربية وست بنادق صيد إضافة إلى كميات كبيرة من الحلي وقد أودع الموقفون القضاء المختص وجرى تسليم المضبطات إلى أصحابها بعد الفاصل القومي العربي وحارب مع النظام أهلا من جديد أنباء متضارب عن سقوط سجن حلب المركزي بيد جبهة النصرة والسفارة السعودية في العاصمة التركية أنقرة تعلن أنها مستعدة لاستقبال المقاتلين السعوديين الرغيبين في العودة من سوريا إلى بلادهم واتفاق بين الأمم المتحدة ودمشق لإدخال المساعدات إلى مدينة حمص المحاصرة تضاربت الأنباء الوالدة من دمشق حول الوضع في سجن حلب المركزي فأكدت جبهتان نصرة وأحرار الشام أنهما تمكنتا من السيطرة على سجن حلب المركزي سيطرة كاملة وتحرير ألاف السجناء السياسيين ونشرت مقاطع عبر يوتيوب تظهر تواغل عناصرهما في السجن وأشار المرسد السوري إلى أن المعارضة سيطرت على أجزاء من السجن وأطلقت سراحة مئات السجناء في حين نفى مصدر مقرب من النظام أن تكون المعارضة قد سيطرت على السجن مشيرا إلى أن الاشتباكات ما زالت دائرة وقد أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل أبو سيف الشيشاني زعيم جبهة النصرة في المنطقة وفي ريف دمشق قالت لجان التنصيق المحلية أن طائرات النظام ألقت براميل المتفجرات على مدينة دارية التي تتعرض لحملة قصف بالبراميل منذ نحو أسبوعين وخلفت عشرات الضحايا والمنازل المدمرة وفي حمص أعلنت تلفزيون السوري أن الجهات المختصة ضبطت مستودعا للأسلحة والذخيرة في الحي الشمالي الغربي من مدينة القصير في ريف حمص وفي سياق متصل أعلنت صحيفة الوطن السعودية أن 1400 سعودي يشاركون في المعارك بسوريا غالبيتهم من صغار السن فيما سجلت عودة 20% منهم خلال الفترة الماضية ونشرت عبر مواقع الإنترنت مقاطع فيديو لسعودي قال إنه ضابط وأعلن انشقاقه عن النظام السعودي هذا وتوصلت دمشق والأمم المتحدة إلى اتفاق حول خروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ أكثر من 600 يوم فيما بلغت حصيلة ستة أيام من القصف الجوي بالبراميل المتفجرة على حلب 257 قطيلة وأعرم المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتين سيركي عن ترحيب المنظمة العالمية بالتقارير عن الاتفاق على هدنة إنسانية لمدينة حمص المحاصرة مؤكدة لاستعدادها لتوصيل مساعدات بمجرد إعطاء فريقين نزاع في سوريا الضوء الأخضر لتوفير ممر آمن ورأت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن سامانتا باور أن نظام الرئيس بشار الأسد أخفق مرة أخرى في احترام التزاماته الدولية بشأن نقل أسلحته الكيميائية وطالبت دمشق باتخاذ إجراءات فورية بشأن نقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا والانصياع للقرارات الدولية وكان الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون قد أعرب عن ثقته بالتزام سوريا المهلة التي تنتهي في ثلاثين من حزيران المقبل للتخلص من جميع أسلحتها الكيميائية إن عملية نقل هذه الأسلحة من سوريا لإطلافها تجري بسلاسة على الرغم من التأخير وهي مهمة غير سهلة لكنني آمل أن نتمكن من حلها بمساعدة الحكومة السورية وبدعم لوجستي من دول أخرى كما أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعد بالدعم الكامل للعملية سياسيا أقر وزير الخارجية الأمريكية جون كاري بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يحقق تقدما على الأرض لكنه نفا أي فشل للسياسة الأمريكية في سوريا في سوريا الألوية لا تقتصر على المعارضة فللقومي العربي لواء يشارك النظام في حربه على الجماعات الصغي تكفيرية كما تصفها كتائبه تنوعت الألوية وتكاثرت بالمئات في مستنقع الحرب السورية فاجتمعت على هدف واحد وهو الدفاع عن الأرض واختلفت في تحديد العدو ومن هذه الألوية لواء الحرس القومي العربي وهو فصيل عسكري مكون من أربع كتائب تحمل أسماء أبطال الطيار القومي العربي وهي كتيبة ودي حداد وكتيبة حيدر العاملي كتيبة محمد الإبراهيمي وكتيبة جول جمال وهي وبحسب بيان للواء تخوض أشرس المعارق ضد الجماعات الصغي تكفيرية على الأرض الجمهورية العربية السورية نقسم بالله العزيز الجبر نقسم بالله العزيز الجبر قوميون عرب الجميع الأخضر قوميون عرب الجميع الأخضر اللواء بحسب ما قدم نفسه على موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت يحمل الفكرة القومية العربي ويؤمن بالنضال الاجتماعي والسياسي والثقافي كإطار قومي عربي عابر للقطرية وله وجود في عدد من أقطار المشرق العربي ومغربه حيث يسعى إلى تجدير ثقافة المقاومة ورفض الظلم بكل الأسليب فكرا وممارسة لدى الشباب العربي في إطار الإعداد لإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في معركة تحرير فلسطين ينحصر وجود اللواء وفصائله في العاصمة دمشق وريفها ودرع وريفها ويصل عدد مقاتله إلى نحو خمسمائة عنصر لم يسجد لواء الحرس القومي العربي حضورا إعلاميا قبقية الفصائل العسكرية الداعمة لقوات النظام والقادمة من الخارج وقد يكون ذلك بسبب نشأته الحديثة أو بسبب قلة تسليحه في السعودية توفي الطالبة الماجستار آمينة بوزير في جامعة الملك سعود بعدما رفضت إدارة الجامعة دخول المصعفين قسم البنات في الكلية لإنقاذها بحجة منع الاختلاط وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة وذكرت صحيفة عقاض السعودية أن الطالبة بوزير تعرضت لأزمة قلبية حادة وعند حضور سيارة الإسعاف إلى الجامعة منعت من الدخول ولم يسمح لها بذلك إلا بعد مرور وقت طويل ما أدى إلى وفاتها بعد ساعتين من الإصابة وقالت الصحيفة أن المسؤولين في الجامعة عللوا رفضهم إدخال الإسعاف بأن الفتاة كانت من دون غطاء وأنهم لا يستطيعون إدخال الرجال إلى مبنى النساء على الرغم من حاجة المريضة إلى التدخل الطبي السريع وأتعرضت الطالبات اللواتي شهدنا الحادثة لصدمة نفسية في منهار بعضهن ودخلنا في حالة بكاء هستيري في مشهد مهيب مبديات استغرابهن لرفض الجامعة دخول الإسعاف بذريعة أنهم رجال والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع النهار وقائع انقلاب الفجر على الولادة الحكومية من أذار تحاصر تعهداتها وإعادة توزيع للحقائب المعارضة تعلن السيطرة على سجن حلب المركزي والنظام ينفي اتفاق لخروج مدنيين من حمص والأمم المتحدة تستعجل الكيميائية في عنوين السفير ثماني سنوات على التفاهم الذي حمى التوازنات تلزيم النفط أم الرئاسة بعنوان الحكومة حصار فلاذي لميدان التحرير استبدال الجدران الإسمنتية ببوابات حديدية هدنة إنسانية في حمص سجن حلب لم يسقط في عنوين الأنوار الإخلال بموعيد تشكيل الحكومة مستمر وخلاف على الدفاع والداخلية المعارضة السيطرة على سجن حلب وإطلاق مئات المعتقلين هجوم مسلح على قيادة الجيش الليبي في طرابلس في عنوين الديار معادلة التريث تحكم المشاورات والتشكيلة في بعبد بين السبت والثلاثاء المواجهة واقعة بين حكومة بمن حضر وثماني أذار والحسن بيت جملات الوفاء للمقاومة لا تشاطر في ميثاقية الحكومة والمستقبل يتمسك بالداخلية والدفاع إجراءات أمنية في الجنوب لا قنبلة في قصر العدل الرياض مستعدة لاستقبال المقاتلين السعوديين الراغبين بالعودة من سوريا واشنطن على دمشق الانصيع للقرارات في تدمير الكيميائي روسيا ترد لا أساس للشك في التزام دمشق بالمواعيد النهائية في عنوين المستقبل الاعتدال انحكى خليفة دولة الاعتدال سقطت والطائف أعاد بنائها المحكمة تتابع الاستماع إلى شهود الادعاء حزب الله وعونية جهلان مذكرة بكيركي سلام يعالج المعويقات السيادية ننتقل إلى البناء وعنوينها تريث سليمان يوقظ سلام من مقلب السنيورة بحكومة فاشلة لاستشارات جديدة جناف جولة حاسمة ومهلة حاكمة ومصير الإبراهيمي اعتراف كاري بتفوق الأسد وتجاه الاستبدال هيئة الحكم بمفوضية انتخابات الجيش يصد هجوما على سجن حلب ومقتل أبو سيف الشيشاني المقداد نجاح جناف رهن بوقف التسليح والإرهاب صالحي إيران تريد طبعنة الغرب بشأن أراك في اللواء لهذا اليوم استيلاد العقد يؤخر المراسيم لعبة وقت أم حسابات دول فتفت للواء اعتذرت عن المشاركة بالوزارة الخليل للواء أعطاء الطاقة لعون يحل المشكلة هدنة إنسانية في حمص وهجوم معاكس للمعارضة في حلب الجربة إلى باريس مجلس الأمن يطالب النظام بنقل الكيموي خارج سوريا ننتقل إلى البلد وفيها المراوحة هي الأقوى والعقد الخلافية غب الطلب حسن خزعل تفجير ستاركو يقتله كل يوم تونس تحيي ذكرى الأولى لاغتيال بالعيد الجيش في ترشح السيسي رسميا للرئاسة أما في الجمهورية غرفة عمليات للجيش لمتابعة الوضع الأمني وتدبير احترازية للتصدي للهجم الانتحارية ولادة الحكومة تتعثر مجددا بوتن يفتتح دورة الألعاب الشتوية في سويتشي اليوم في عنوين الحياة الأمم المتحدة تحض دمشق على تعجيل نقل الكيموي وجدل غربي روسي في مجلس الأمن إذنة إنسانية في حمص واشتباكات في سجن حلب قوار 14 أذار تصر على تسمية وزيري الداخلية والدفاع لبنان تأخير إعلان الحكومة للتفاهم على ما بعد الانسحابات منها أخيرا مع الشرق الأوسط المتحدث باسم أنصار الله للشرق الأوسط لا ننوي دخول صنعاء القرى بأطراف تسع لإشعال الموقف بعد الحوار قبائل بكيل تتصدى للحوثيين واسط تحذيرات من حرب مذهبية في اليمن مصادر مسؤولة للشرق الأوسط العلاقات استؤنفة الأربعاء المغرب وإيراني ينهيان خمس سنوات من القطيع هدنة إنسانية لإدخال أغذية إلى حمص بعد حصار ستمائة يوم وأن أذكركم الآن بأبرز العنوين سائق التاكسي الذي أقل انتحارية شويفات يروي وخط سير الانتحاري ما بين سيار الدرك وشركة الغاز خط المشاورات الحكومية يصل إلى بكيركي وحزب الله يقول كلمته بأي تشاطر من شأنه أن يوفر مادة طعن أننا إذا كنا نذهب إلى التفاهم مع الشريك الآخر في الوقت فالأولى أن نحافظ على تفاهمنا نحن كفريبا معارك ضاريا حول سجن حلب ومقتل أبو سيف الشيشاني وفي النشرة انتبه انفجارات الأدر لما بد يؤع لا أنت ولا أني ولا أي إنسان بد يغير فيه ختام نشاتنا الصباحية من قناة الجديد شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا